في الوقت الذي يشغل فيه أطفال العالم الإسلامي عيدهم بشراء الحلويات واللعب وزيارات الأهالي والأقارب ثمت عيد آخر لأطفال اليمن عيد بلون الدم ورائحة الموت وفي أحسن الأحوال عيد مسلوب الابتسامة والسعادة نتيجة الحرب وما خلفته من أزمات أفطرت الميليشيا الحوثية بدم الأطفال في تعز وعيدت بسرقة فرحتهم منذ ساعات العيد الأولى وبينما يتجهز الأطفال للخروج لمصل العيد كان القناصة الحوثيون يتموضعون في أسطح المباني في أحياء المدينة لاغتيال فرحة العيد الطفل محمد عماد ذو الثلاثة أعوام استشهد برصاص قناص حوثي كان متمركزا في تبة السلال شرقية تعز استشهد محمد وأصيب والده ولم يكن أول طفل يقسم فرحة عيده بين السماء والأرض الواقعة أتت بعد ساعات قليلة من استشهاد الطفل عمر يعقوب ابن الثلاثة عشر ربيعا برصاص قناص حوثي في منطقة عصيفر شمالية المدينة قتل عمر قبل أن تجف دماء ضحايا مجزرة أخرى للميليشيا الحوثية في مديرية المسراخ والتي ذهب ضحيتها قتيلان طفل وامرأة وستة جرحا ثلاثة أطفال في أقل من أربع وعشرين ساعة عيدية سقطوا نتيجة استهداف الميليشيا الحوثية بالقصف والقنص للقرى والأحياء السكنية في مدينة تعز ومديريات المحافظة كهروب المدنيين وتواريهم عن أنطار القناصة أثناء تنقلاتهم يفعل أطفال اليمن بابتسامتهم وفرحتهم المتوارية خلف الوجع والأزمات التي خلفتها الحرب والواقع البائس يبتسمون للعيد رغم كل شيء